اهلا بحضراتكم من جديد الانتخابات الامريكية ساعات وتنطلق وساعات ونعرف جميعا ساكن البيت الابيض اما ديمقراطي واما جمهوري اما استمرارا لبيدن وحزبه عندما تفوز كمالة هارس كما تمنى الكثيرون او عودة دونالد ترامب الى البيت الابيض والمخاوف الشديدة من الامريكان من الاوروبيين من الشكل الاوسط من عودته مجددا توقعاتنا الانتخابات الامريكية ونتائجها تأثير نتائج الانتخابات على مجمل الحرائق المشتعلة في المنطقة هذا موضع نقاشي مع أستاذنا الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجد الشيوخ والمفكر السياسي دكتور عبد المنعم الحمد لله على السلام الاول الله يزال لك وحشتنا كتير جدا تعيش افتقدناك ونستبق الانتخابات وقرأتك بالتأكيد ستكون في موضعها في مصار الانتخابات الامريكية تأثيرها على المنطقة يعني شوف انا كتبت حاجة كده ان الانتخابات دي تقرير المصير الامريكي يعني مثل العالم ولا الديمقراطين والجمهورين في الداخل الامريكي في الداخل الامريكي اللي الواحد يعني تابعه وعشره من سنة سبع وسبعين لما راح تطالب لامريكا الى جانب دراسة السياسة في امريكا يخليك تعيش في هذا المجتمع هذه الانتخابات تختلف عن كل الانتخابات السابقة الواحد شاهدها يعني يمكن على الاقل لغاية كلينتون بعد كده ابتدت الحكاية تاخد اشكال اخرى يعني فيه تعبيرات جديدة يعني ايه ايه مش جديدة اهوية انما بتستخدم دلوقتي كأنها جبن كأنها معطى بمعنى ما سألوك الولايات الحمراء والزرقاء ده تصنيف جديد ما كانش موجود يعني ما كانش موجود بالشكل ده ان تبلور بالشكل ده خلال الانتخابات الاخيرة ابتداء من لما المحافظين الجودو بطلعوا مع جورج بوش الابن الابن وبعد كده كان رد الفعل اوباما اللي هو كان فيه يعني انك انت بتجيب حاجة جديدة في التاريخ الامريكي ان الرئيس يكون من اصحاب البشرة السمراء وبعد كده يكون اللي يجي بعده اللي هو المضاد قوي فانت عندك زجزاج كده يعني ابتدت المزاج حاد ابتدى يحصل المزاج حاد ويبقى فيه عملية استقطاب الاصل في الفكرة الامريكية اللي هي وجدت في الدستور الامريكي اللي هي شرحها ناس مهمين زي مادسون وجاي وهاملتون في حاجة اسمها الاوراق الفيدرالية الاوراق الفيدرالية بتقولك انه امريكا هتبقى فيها تعدد مصالح كتير فتعدد المصالح على مستوى الطبقات وعلى مستوى المناطق وعلى مستوى الولايات وعلى اخره بيعمل تألفات فهيبقى عندنا تألفات توازن بعض جوه العملية الديموقراطية وبالتالي انا لو انا مرشح وعندي يعني اراء تعجب هذا التألف في ولاية كاليفورنيا ما كانتش موجودة في الاول يعني كاليفورنيا زي نيورك يعني حاجة على المحيط وحاجة على المحيط التاني يفترض ان احنا ممكن نلتقي على مصالح مشتركة ونتوازن ويبقى التصويت للاغلبية المرة دي والاغلبية تبقى اقلية دي اللعبة الديموقراطية انما انه يبقى عندك 43 ولاية الامر محسوم فيها فبتتحول الموضوع زي لما كنا عندنا الانتخابات في العراق فتلاقيها عندك انتخابات انه الشيعي بينتخب شيعي والسني بينتخب سني والكردي بيستخدم فانت في حالة دية بيتتحول المصالح الى قبائلية نوع من القبائلية السياسية فانت عندك ده ولايات حمراء ولايات ودول يعني تبتدي بقى العملية اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده اللي هي اي مع الشك في انه الاخرين هم مواطنين معانا في العملية دي لا مواطنين معانا ده الجماعة مرقب الليبراليين منحلين بيدمروا البلد الى اخره وده بيعبر عنها ترامب ترامب لا يوجد فيه اي شيء له علاقة بالحزب الجمهوري الاصلي اللي انشأه ابراهام لينكلن وعبر سنوات طويلة كان فيه ناس زي ايزنهاور ناس يعني قيادات مكين اثرت في التاريخ الامريكي اثرت في التاريخ الامريكي بس هو اثر اكتر هو بقى ليس جمهوريا اصلا ولا يعرف مبادئ الحزب الجمهوري يعني هو دخل عليهم وهو لقوا انه عنده كتلة زيه كتلة ترامبية ترامبية اللي هي اي ما على اللي هي دايما الوطنية البيضاء اللي فيها جزء العرقية العرقية البيضاء اللي هي في الاخر بترجعك بقى انه امكانيات ظهور الفاشية داخل مجتمع ديمقراطي كما حدث في المانيا وايطاليا يعني انه هو في الاخر بيجي حد ده احنا اعلم الناس دي كلها يعني هو عنده كمية احتقار للأوروبيين بتعامل معامل المدرجة تانية اه اه يعني الطريقة تاريخيا لما اتعامل مراحل ملكة انجلترا او اتعامل مع انجيلا ميركل يعني كان بيصرف بطريقة وقحة فهو الاستقطاب الحاج ده اختبار بقى الامريكا يعني وانا اعتقد ان يعني امريكا في اختبار دكتور عبدالناندي بقول تقرير مصير يعني لانه انتخاب هذا الرجل حيقدي لتداعيات كثيرة داخل الولايات الامريكية مواقف مختلفة من العالم الخارجي عنده انكار ان دي بلد قامت على الهجرة طبعا موضوع الهجرة مشكلة في كل العالم النهاردة انما في نفس الوقت ازاي تعالجه هو بيقولك حماشي في اول سنة 11 مليون بني ادم هيترودهم هيترودهم فهنا يعني زي هنا بقى هل هنا حيبقى في تعاطف من بقية الامريكا يعني فيه عملية طب حضاك راجع للتو من الولايات المتحدة الامريكية المزاج العام فيه والله المزاج العام فيه استقطابي يعني مثلا برضو عندك المضاد في الجامعة اللي انا كنت فيها والجامعات الليبرالية انك انت كانها كلام صحيء يعني كلام المستخدم هو مواجهة الفاشي فدي معركة تانية خالص غير انك انت بتعمل انتخابات في حتة ديمقراطية فاحنا اصلا بنترق بنتفق ونختلف على حاجتين على الموضوعات او على الشخصيات عما اذا كانت يعني معدة او وحد في منصب هنا او هنا هل هو الشخص الصحيح ولا لا دي حاجات يمكن الخلاف فيها في الرأي لما الخلاف في الرأي حاجة والاستقطاب حاجة تانية والتعصب ومحاجه